فوز القجاع غير بوحده محمق دولة وتلعب اليوم بالمشاعر المساكن حلقة اليوم بحل حلقات المسابقة الشان التي ندرنا سابقا الشان الذي لم يكن لديه شان هذا هو مسابقة الكان في بلاد شرشمان واليوم رئيس لجنة المهبط المغربية مع كل المهبطين والمهبطات في القناة سنشدون نيفه ونحكوهم جيدا مع الأرض سلسلة فضائح وما هازل من استقبال المتاخبات المشاركة في مسابقة شرشمان قبل أن نرى هذا الفضائح في الاستقبال نجدكم ترى الإعلام في الهوك في الجزائر فاذا كان فرحان مسكين وتعتقد أن فوز القجاع فعلا سيصافر عبر تومس جراروا بكل بطاطا وبكل أمانة والله تبقيتوا فيها مساكن مدلولين لدرجة أنكم دولة كاملة مدفزة مع مغربي واحد وحمقكم من الفق العزل فوز القجاع شوفوا كيف كانوا تخرجوا ذك الشيء الذي عندهم من الداخل ذك الشيء للعوقات التي فيهم ومفرحانين بأن فوز القجاع قل لك رأتها نازل ومدلولين مجلج من الفوق الغاباء إلا كان بنازل فلا خيار أمام الحاضر سوى الرضوخ إلى الماضي فوز القجاع الذي عاد أدراجه ليقرر المشاركة في نهائيتي بعدما استعرض عضلات التراجعة ولدخل قرارات الكاف وقرر الحضورة دون أي شروط دخل معركة كان يعرف أنه سيكون الطرف الخسر فيها حفظ الدرس جيدا وفهم الرسالة عرف أن الجزائر السيدة في قرارتها لا تردخ مطلقا ولا تتراجع حينها أدرك وتدارك ورح يبرر للطاقم الفن واللاعبين أهمية البطولة المقبلة في الجزائر متقطع الرأس ستدخل عرض الشهادة لكن ليس من الباب الواسع الندم هو الخطأ الثاني فأخطأه كانت له مصدر سعادة مؤقتة وحزن دائم أراد ممارسة السيادة من علو الشهر فسقط على أحلام الواقع الفشل يبقى مرّا إذا لم تبتلع وكل الطرق عبر تونس تؤدي إلى الجزائر أكامبي فكرة والفكرة لا تموت وفوز القشاعدر لهم بحل أكامبي آخر تسبقوا لهم الفرحة وتغنيوا على أنهم آهلين مثلا لكأس العالم في قطر سعاء حداري حداري بوب 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 أكامبي تسجل والجراروا تقصو من مونديا القطر ولمشاركو من مونديا القطر المونديا الذي نذكره جراروا أنه المغاربة وصلوا للنسب النهاية وحتلوا المركز الرابع وقالوا للجراروا يرتكبون الأخطاء وفرحانين ويسبقوا الفرحة ويشمتوا من الفوق في فوز القشاعدر وهذا ما بالتعبير الإنشائي من الفوق وقال لك الجزائر والدرس هاي 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 على الجراروا دولة علاقة الدب دب زب مع مغربي واحد وحمقهم من الفوق ساعة فوز القشاعدر لهم حداري حداري لمنتخب المغربي لا يصافر إلى الأبشرات وبالحق دياله مكينة تونس لا ليبيا لموزمبيا قرأ هذا ما لكي نقول لكم فوز القشاعدر لهم الكنترخوطة بالمناسبة راني عارف أن خطة تكتب بلا حرف الواب غير أنا كنكتبها وكنطقها كيف ما قالها اليوم عبد المجيز تكذبون فأجلهم سأسترجع لكم الأموال وجباد اليوم هاي الكنترخوطة رمسالش هاي اللي يمكن فوز القشاعدر مع الجزائر رمسالش أنه يخرج دولة علاقة الدب تتفرح وكتزمر وكتنشط وكتشمت وفي الأخر يقول لهم راكم غير أغبياء ما كتفهموش البروتوكول أنا أكدت لمشاركة ولكن متشبهت برحلة جوية مباشرة ولا ملاعبين هذي كتنص دياركم نخلي وليكم تمريد تسافروا لي صراحة أنه لاحظة برابو لفوز القشاعدر خرجهم الجحور ديالهم فرحانين أفل الخرط رعاق ونوافقكم بآخر تطورات منتخب الفيتي المغربي راف المعمورة يتدرب معزز مكرم وعلى خاطره وملاق سهتش حاجة ومسؤول في الجامعة اليوم أو ثاني صرب أخبار مفادوها أن المغرب تسنى الجواب لفوز القشاعدر كل نهار تأتي لهم خبيرة صغيرة كذلك تصدمه تسنى والكاف تقول لهم ما ستكون الرحلة مباشرة والجزائر ستنباطح أو ما ستنباطح وذلك الساعة المغرب يتعذر عليه المشاركة يعني هنا تنفهموا لأن المغرب فعلا رأس الكاف بحال كما درف مسابقة شانو تسنى الجواب دياله والكاف بدورها تتغذب على الجزائر لكي تفك الحريرة معها وغالبا ستقول لهم الجزائر عودتان كما درد المشان حيث ذلك الدراري صغار ستقول لهم أنا موافقة أن المغرب يأتي في طائرة مباشرة وما عندي شيء مشكل ويجعلهم المغربة يمشون إلى المطار ويأتي نقلاحة يقول لهم لا يبقين لعبين لا يبقين بغيين الدراري صغار ويتبريش وصف وقال لك نحن دولة قارقارة المهم فوزي القجارة لكم الكونسطاتور تكونسطاتي لكم وتعمر لكم في ذلك الملف اللي غادي يمشي للتاس ان شاء الله والجرار وبين قوسين عندكم تفهمونا غالط مني كنقول لكم كيف الجزائر ستنبطح رحنا كنضغطو لكم نفسيا بشترفضوا وبشتنبطحوش حيثنا أصلا كمغربة مبغيناهم شمشوا ويشاركوا في الجزائر الكيان الصهيوني ديالشمال إفريقيا ودولة قطر لمسد عنا رأسنا بالممانعة وسمحات الطيران الإسرائيلي لدخول الأجواء القطرية في المونديل الأخير لكي نتو مرع في إعلان صهينا شمال إفريقيا ومقطعين ليسا المهم صهينا شمال إفريقيا فرحان الباحق لك المغرب ستأتي عن طريق تونس وداروا رابورتاجات وفيديوهات وحلقات وحوارات وفي الأخر صدموا مساكن وكانوا فهمين غالط وضرب لهم كل شيء في الزير وشحى الخائبة المعودة أما كان غير صرح القطيع علشان الباقة بالضيع وشي وحدين من الجرار وصدمون البارح وشي وحدين من هذوك المعدبون في الأرض دخلوا القناة يقولون أن البارح المنتخب المغربي رأوصال عبر تونس وشوفوا الكذوب كيف يديرون لمعرفنا كيف كان القناة الجزائرية التي كتبت عليهم وقتل أمر المنتخب وصل البارح الحمد لله كنا في القناة سباقين البارح قبل أغلبية المنابر لإعلان لأن المنتخب المغربي لن يشارك ولن يسافر عبر تونس أحب من أحب وكاريه من كاريه وهذا كان الشرشمان الجدريال غير بخروبها وربحو بها وموعدنا إن شاء الله في المحكمة الرئيابية الطاس وحاق رون المغاربة حاق رون المغاربة عودتان المهم برافو على المغاربة وديما منكدين لهم حياتهم وديما ديري لهم القوة نمشي ودابا نشوف الفضائح دي الاستقبال المنتخبات المشاركة في القناة كيف ما قال هذا الجزائري ضروري شوية فضائح ضروري وضروري شوية فضائح باقينا الجرار وما بريتو حياتهم باقينا كيف تقضي الفتائيات والتي يستقبلون المتخبات المشاركة من إفريقيا ويساموا في نشر الحب والسعادة نشر ماذا؟ الحب والسعادة وكيعطيهم الوضء من الفوق ويبتسمون لهم ويدحقون لهم وامساك الوالدين هذه أمساك الآن ذلك غير قصير الذين يفضل بطولة وأنتم تعيشون في أجواء الحب في المطار هذه الأخراني صافيه نحل فعليه أو مغرم بها مهبت عينيه ما شاهدت قاع في الوردة التي أعطيته هذا العباد وكيف ما زال يريدون أن يركزون في المطار هؤلاء الرواية ستقلقون لنا ويقولون لنا بس بير بس بير بس بير بس بير بس بير نباحكم طرب والقبة الحتمية في القناة ستبلكيكم وأنتم تعيشون وما تكذبون في الأخر ما يبلكم الشعل وإذا لم تبلكتم كأن أشورة القناة تجعل دوريات دائما وتتبلكيكم وإذا لم تبلكتكم شرطة القناة كإن حاسم المرابط يجعل تأوي دوريات على التعليق وعادي الزرارة وما تتقلقون انتم منعين علينا الأجواء وأنا مثلا شخصيا منع عليكم التعليق في القناة السريح وهذه الرغيفة التي يقولون لها أنها رغيفة بلغة وشدنا بذلك الزويتين وكحلاء وهذه العصير المسرطين وفي نوع الجرار هو الحلويات الجزائرية والطبخ الجزائرية هي كذلك الموقع في التاس أطلاس يدعون لكم دائما تمللون بالبسطيلة والمسلمة وكل شيء هذا هو في المواقع وفي الخيال العلمي لكن في أرض الواقع يجب عليكم محاطين حلويات فرنسية أوروبية والمجلجين لا تتعلمون الدروس الكعف ليس سابقة السابقة التي نضمتها أو التي نضمتها إذا قلت لكم تصوروا حتى شركة المنتوجة الغذائية أو العصير أو شركة المأكلات أو الماء لا يوجد اشتفاقية أو إشهار مع الكعف هذا ما يجب أن تفعل إشهار لعواصر والماء وغير في النوع فقط تصوروا المركز العصير والماء على حسب الكعف وما زال لا يريدون أن يفهمه وفي المناسبة اليوم أعلمتهم بأنهم يستعملوا هذه الماركة تهدف النوار ويجعلهم الإشهار بطريقة غير قانونية في مصابقة كعفية تبع الكعف أما أحد الفوتوية هو كشف وكشف 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 كشف وكشف 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 ونقلبوا على الزلج وكشف تبعوا مطبوع غير في التوب لا تلقوا الحيوطة ولا تلقوا القاعة على الشرفية في المطار تلقوا دائماً غير هذا السيراميك توركي أو الإسبانيك وكشف حياتكم عذاب وتعيشوها غير في المواقع فقط ولكن بالروجل لا تدركوا فيها ميصلاح لا ينتج لنا الميلفاي ونحن نسمى الميلفاي بفارغ السبب حتى أنه كبر في السلسلة الرمضانية اهدروا على الميلفاي لكم لتعرفوا رأسكم وصوصوا العالمية رأيكم فعلاً قلتوا أضحك العالم طبالياً سنذهب إلى جزائر لتصافيرات ما لنزل المطار نقوم بميلفاي نأكلها ونرجع بحلقة سامة في المطار ونرجع بحال وكما يسألون معي الحافلة كما العادة وقدامين لا يوجدهم ما يتشافون وهم خرحانين يصوروهم ويتتباهو بهم من الفوق وأجرارها بحالة الحافلة تكون غير تبقى 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 لهم شيء كبير من أن يكونوا واقفين لكي تخبيوهم أم لا تبقى لهم تبقى لهم قشبان رفضيح أنه في 2023 الدولة عند الغاز والبيترول ما زال عندها نعمة الحافلة 90 أضعف ميزانية عند أضعف نادي في المغرب عند حافلة حسن منادي مئتين مرة حرمتنا من الميلفاي وعودتاني مدرت فيها ميصلاح في نم الحافلة القوانطانامو اللون البرتقالي القهوي صراحة نراجع معكم حسن منادي الحافلة موسيقى 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 عنا والمغرب سرقوهم لكن في أرض الواقع اللباس النسوي والرجال هو لباس صنب الآغة يعني الأتراك ورأيتم ذلك الجوج لأسجل بنادر كيف لابس اللباس صنب الآغة التركي أما البنيوتة التي استقبلها الضيوف بكل حب لابس الكاراكو الألباني وموسيقى الضيوف هو صناعة تقليدية تركيا ألبانية الجرار بقيت لكم الحل خنش له تركيا كاملة وقلوا لهم نحن أنتم ماشي أتراك والكاراكو وصنب الآغة أصلهم خنش لا ماشي تركيا وأنتم محسن ملف المهم دائما نقيدوا عند المجلجين في المواقع كل ما هو مغربي راتاعكم وفي أرض الواقع تركيا أكثر من الأتراك وفي المناسبة لا يوجد اشتركوا واتبارك الله عليكم والله حتى يأتي معكم اللباس ومساخة الوالدين هذه القارقارة لديهم لا يأتي لهم حتى شيئا ماطع حتى الجزائريين وقلاف الخارج لا يأتي لهم راتوا كيف يصفر سوف يفتحون المطار كامل على قد حتى يستقبلوا هذه الفرقة التي تشارك في القناة وبالمناسبة في المسابقة كانوا يصورهم المطارات وكل المطارات تصفر لا يوجد التي ستكون فيها بونا أحد أبرز المحطات باستضافتها لثماني مباريات فكيف هي الاستعدادات ملعب ساطشماء يتوشح بأجمل الألوان والتجهيزات سيكون مصرحا للأحداث فما هي آخر الترتيبات الجماهير تنتظر الحدث بشغف كبير للبصم على نجاح جديد متير الجرارواء يستعملون الكثير من التبرير ويخنشلون حتى البغرير وحاتم والمهبطون يسخرون من المقرقبون ومساكنة الجرارواء والنفو طائح باقي محبوسين وقيلة في حقبة السيناس وماذا بهذا تعليق هذا تعليق بروبورتش في الرياضة 2023 هذا تعليق القناة الصغيرة الثاني الجرارواء الجميس كتمغي فرعوا لنا رأسنا بتنظيم عالمي وهو في الحقيقة تنظيم عالمي وملاعب عالمي هذا الجرارواء والله أعتقد يتحدثوني لا تريد أن يكونوا الواقع بكل صراحة ويتخبئون في النباحة على المغاربة تدرموا شيئا يأتي ونبحوا تدرموا 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 ويطلقوا الموسيقى جيدة لكي لا يسمعوا التقرقية ويطلقوا ويطلقوا ومشاكل الميكانيكي يطلقوا الموسيقى ويطلقوا هذا الجرارواء لكي لا يواجهوا الواقع المائر والتخلف والضعف في بلادهم يتمزقون جيدا مع المغاربة وكنسة والهم المساكن ما حالة تصور هذا الورد؟ وقدروا حادث إعلامي كامل ويصوروا فيه ويقضوا ويضروا عليه بوكة الورد ومن الفوق يقولون لهم يطلقوا هذا أهل الكفبة ويستقبلوا ويستقبلوا ناس أو ينضموا موسابقات بوكة الورد واحد يتصور المسؤول الأول ويقومون المسؤول الثاني يتصور به ثاني ويأتي مسؤول الثالث يتصور به لكي يدعون وفي ضيح هذا ويقولون أشارو أخرى لكم ما لديكم ماذا لديكم ألمون ساعة أمرون تشريعون أو عملون لاпонعون حلو وقوموا في مكان بلاسما وضعون اشهد الفضيحاتي بوكت الورد داري منه حدث اعلامي صراحة احسن اقتفض لحلقة كاملة ودى الاستقبال اللي في بزاف ذي للحب بزاف ذي للحب وسترولي على النظارات وعلى الدارك الجزائري للورد فرحان بالابناس يتبادلون النظارات والابتسامات والحب مع الضيوف ونعم الضيافة الجرار هذا الخون الخراني لا مرتاح لي من الأول قلت لكم هذا السيد لا مرتاح لي وكيشوف فيها مسخوط والدين ششوفات وما يجع وحال وشي بغير يرجع لهم من بعض البطولة سيبقى تنبت ما هذا الشيء الجرار؟ ما هذا العادة قديمة من نيامات استقبال جيوش العثمانيين في الجزائر والجيوش الفرنسيين في الجزائر ومنين يقولون الجزائر لم يكن يعني بها الدولة لم يكن يعني بها الساحل أو المدينة التي كان اسمتها مدينة الجزائر دعونا من هذا الساحل يمير الدومير وهو ما قالوا الجزائر سيقولون المدينة الجزائر لم يكن كانت دولة قبل 1925 المهم ما هو السر هذه العادة؟ بحكنا عليكم في الشهر قلنا ستبدلوها أو تضعوا على الأقل شيء معهم جمع مع ذلك البنيوتات سعى مصرين على تطبيق نفس التقاليد ونفس العادات الجزائرية كما هي شكرا على المتابعة كان معكم حاتم المرابط السلام عليكم المتابعة